كسر الزجاج ظهر في العديد من الإجراءات العاجلة حيث تم إصدار أوامر لأكثر من 400 جندي للتحول إلى قوة حماية وأوامر للقوات البريطانية في العراق بالابتعاد عن المناطق النائية والانتقال من ثماني قواعد صغيرة إلى مجمعات أكبر تابعة للولايات المتحدة ونقل قوات أخرى لحماية السفارة البريطانية بالمنطقة الخضراء أما وزير الدفاع البريطاني فأمر سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية في الخليج بمرافقة ناقلات النفط والسفن لمواجهة احتمال استيلاء إيران عليها عملية إجلاء محتملة للرعاية البريطانيين وضعت في الحسبان كذلك فأرسلت القوة الجوية البريطانية الخاصة 50 عنصرا إلى العراق لهذا الهدف قادة الدفاع سيطلبون من جونسون بحسب ساندي تايمز نشر ما يصل إلى ثماني طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي وطائرة تجسس وطائرات بدون طيار خاصة وأن القوات البريطانية في العراق تحظى بدعم جوي من الأمريكيين لكنها مسلحة تسليحا خفيفا صحيفة تيليغراف كشفت عن مفارقة في مقتل قاسم سليماني وهو أن القوات الخاصة البريطانية كانت تستعد لاغتياله في عام 2007 ولكن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليبند تدخل وأوقف العملية لعدم توافقها مع السياسة البريطانية وخشيت بريطانيا آنذاك من تلوث يدها بالدماء واليوم تخشى من انزلاق أقدامها في الصراع منا مصطفى العربية